حالة من النباشات الفني بتعيشها الفنانة يسرى اللوزي خاصة في السينما وحاليا هي المشغولة بتصوير فيلمين الفيلم الاول شنطة حمزة مع الفنان حمد اهلال والفيلم التاني هو ممنوع الاقتراب او التصوير واللي بتشارك فوق طلطو قدام الفنانة الجميلة مربة امين الفيلم من تأليف واخراج روماني ساعد يا طرق ايه الجديد اللي هتقدمه يسرى اللوزي في فيلم شنطة حمزة او فيلم ممنوع الاقتراب او التصوير من المعروف كمان ان الفنانة الجميلة يسرى اللوزي بيعرض لها فيلم فين قلبي وهو من بطولة وانتاج الفنات مصطفى امر في شنطة حمزة وشنطة حمزة برضو انتاج لاين ميديا اللي هم برضو مشاركين في انتاج الفيلم ده بلعب دور بقى بنت مختلفة تماما بنت قوية في عصابة في وست ثلاث رجالة فيعني شكل بقى وطاتوهات وعملة شعري بتجالو شخصية قوية يمكن مسترجلة شوية لانه في وست رجالة ممنوع الاقترابة والتصوير بلعب دور بنت بوست ممنوع الاقترابة والتصوير تأليفه اخراج وستيز روماني ساعد هو يعني فيلم اجتماعي لطيف جدا فكرته حلوى بطولة جماعية وبلعب بنت في اخر سنة في كولية صيدلة وابندارة بقى ولدغة يعني شخصية مختلفة يعني كل حد فيهم مختلف تماما عن التين إن شاء الله في مسلسل الحلال مع أستاذة سومية الخشاب وبيومي فؤاد وناس كتير جدا وإن شاء الله برضو في مسلسل طاقة القدر مع حمادة هلال اللي اثنين مع أستاذ صديق صباح